عخط النار جسلين خويري مثل الرمح المبين كسر لأن القصة قصة وجود بلد الأرز بخطر وجوه اللي منحبهم ولبنان الحلم حميتهم جسلين بمتراس استبسلت فيه مع ألف صبية زينة ساحات المعارك ودرعة والبطولة كانوا قلال بالعدد بس إيمانهم بزيح جبال لجبينك المحنة إلا قدام إرباني وكاس لعينين آمنوا أن المستحيل ممكن ونحن منحدد المصير لهالجبين والعينين ألف شكر للرئيسي والنظاميات اللي عطيوا بعد جديد لمواجهة الخطر للإيمان بالقضية ولحب لبنان صباح الخير دكتور أبو ناضر رئيس أصباح لحزب القوات البنانية والعود بسلامتك خلي ليك بشكرا كتير أنا أقدر كتير حضورك معنا اليوم ومع حضرتك رح نعمل جولة بتاريخ لبنان الصعب بالتضحيات المشرفة رح نحكي عن جسلين اللي تقيت فيها أول مرة بالتلاتة وسبعين أكيد بهالوقت يعني بهالمخيمات التدريب لأن هي كمان بلشت تتدرب بعدين وقت تأسست فرقة البجين بتلقى ويخة تلاتة وسبعين أربعة وسبعين صار فيه بعدين فرقة البجين طبعا البنات بما أن جسلين كانت مدربة أكتر من غيرها كانت هي تصدرت إذا بده صارت هي رئيسة هالمجموعة هذه وكبرت معها هالمجموعة بس بهالوقت هيدا كان فيه كتير نظاميات غيرها لجسلين فيه كتير أسماء جمان عطت كتير بهالمراحل هيدا ما رح سميه لأنه نكتار بس جسلين هي الوحيدة بينتهم يلي كملت ويلي ضلت تشتغل على حالة ويلي بعدين وقت انتقلت للقوات اللبنانية أسست شيء كتير كبير يلي هو جهاز النظاميات بوقتها دكتور أبو ناظر منقرأ كتير نحن معاشنا الحرب اللبنانية ببداية تعم نقرأ كتير ونجرب نقدم صورة ببالنا للشي الصعب والقاسي اللي نعاش بس اما نفكر بجسلين خويري وبالصبايا اللي مثلا انه صبية بالجامعة عم تدرس صحافي شو اللي خليها تفوت على هالخطر كرمال كرمال لبنان شو كان الوضع؟ اي تهديد؟ اي مصير كان ناطر اللبنانيين بوقتها؟ بدك تقسم المرحلتان يعني اول مرحلة هي ما قبل الخمسة وسبعين يلي هي تتوجت بانهيار الدولة اللبنية ابتداءا من السبع وستين بعد ما خلصت حرب الستيين بعدين اتفاقية قاهرة يلي اول يعني اذا بدك ضرب اول مدميك بالدولة اللبنانية وبتسيادة اللبنانية ويلي نعطي وقتها للفلسطينيين حرية التحرك باللبنان وحرية الإتال باللبنان ومن وقتها بلشنا نكرلها وقرأ لحديث ما صار الانفجار الكبير بالخمسة وسبعين الانفجار الكبير بالخمسة وسبعين في كتير ناس لبوه وفي كتير صبايا وشباب لبوه في ناس راحوا على الإتال في ناس عملوا غير اشياء يلي تتعلق كمان بصمود الاهلة انما اللي صار بوقتها انه هاي دي التطحية اللي بلشت كان لازم ينبن عليها بالمستقبل وتصير تتوسع اكتر واكتر ومن هوني الشعور كان انه نحنا راح يكبونا على البحر والشعور التاني انه نحنا راح يخضعونا ويركعونا ونصير نحنا اهل دمي بهالبلد وهالمنطقة هاي دي وهوني كان اذا بدك الشريكة بالوطن انا ما خليني حس انه هالغريب يلي هاجم علي يلي كان بوقتها الفلسطيني يلي هو كان معتي برحاله صار محتل لبنان يلي انا اختبرته وقت هونيك نهارت وقفنا انا واثنين شباب غيرين باعتهم ليس ازايك واحد تاني واجهنا ابو عمار وقالنا انتو يوما ما راح يجي نهار انتو مسيحيين لبنان راح تعيشوا تحت الخيم ورح نعلمكم ايمة العيش تحت الخيم ومن وقتها معت في شي معت في حدا اللي ما كان يسمع للمتيلة بالشكل هايدي وكان اسمع كتير اصوات خاصة بالاطراف المسلمة يعني كتير بتقلم اولى يعني هايدي اليوم انه هني كان يتبرو الفلسطينيين هني جيشهم بش الجيش اللبناني وقت شفنا كل هيدولي وقت شفنا هالهجم اللي صارت علينا من قبل الفلسطينيين ومن كل الجحيف اللي يلي اجد من كل العالم اللي حتى تحاربنا نحنا وتكبنا بالبحر في عندك البحر ورائك والعدو امامك بدك تقرر يا بدك تقاتل وتموت وتجرب انه وتحافظ ع كرامتك ع بلدك او بدك تحمل حالك وتفر نحنا قررنا نبقى وجوصلين من الناس يلي قرروا يبقوا واكتر منه يبقوا كمان يعني هي قررت انه بدأت حضر الاجيال تيعرفوا يبقوا بالمستقبل ويقدروا يكملوا بالمستقبل كانت القصة قصة حياة اكيد ما في احتمال ثالث يالي بيلتقي بجوصلين اول مرة شو بيقدر يشوف فيها اول شي كاريزماتيك وهيكي عندها كان سطوة على الشباب وعندها كان طريقة لحتى تحكي معهم وتحمسهم وتعمل من افكارها يصيروا ايديال للبنات اللي حولي والناس اللي حولي مش بس للبنات يعني كانوا حوليها وبعدين مش انه روحوا عملوا لأ جوستين بتعمل تمشي قدامهم هايدي اذا بدك اللي هي كانت الميزة طبعا جوستين وميزة من كتير شباب ياللي هي اذا بدك هايدي مدرسة اذا بدك بشير بوقتنا اللي هويت بقى هايدي جوستين وفيه شغلة كتير مهمة انه الى جانب التدريب الى جانب العقيدة الى جانب الاقتناع فيه عندها هي دايما بعد يختلف عن الاخرين وهالبعد هادهو يلي خليها بوقتنا اللي هويت تعمل اشياء غيرها ما عاملون وهيدا اللي خليها بوقتنا اللي هويت تعطي سئة للناس اللي حوليها وتعطي اندفاع وترجع تشجعهم على اشياء مثلا ما كان حدا بيفكر فيهم مثلا جوستين تاريخ العسكر اذا بدك وصل للمحل عامل جوستين تطلع اذا بدك فكرة جوستين هي المعركة اللي صارت بالرجنت قطيل يلي بها نهار هيدا كان فيه بناية اسمها بناية النظاميات بدي يكون العدو عرف انه هيدا فيه بنات قاعدين بها البنية هيدا بقرروا انه يعملوا الخرق منها البنية انه نجي احنا نقوص ضربين بيهربوا البنات ومضلنا فيتين ع بات الكتاق بالمركزة نهاية كانت انه بده 100 متر يعني بيصيروا ببات الكتاق بالمركزة صار بلشوا الهجوم ونقطعوا من الزخيرة وصار فيه بلبلة بين البنات لان كانوا ستة مش اكتر لحديث ما جوسلين هي طلعت من المترس اللي عادة فيه راحت ع سطح البنية كبت عليهم رمينات يدوية واوصت عليهم المهاجمين يلي كانوا يمكن بالمئة مهاجم بوقتها وكسرت الهجوم ومات المسؤول عن الهجوم وهيك نكسر الهجوم وهيك مرة هلأ من كم شهر على احد الفضائيات سمعت احمد جيبيرين اللي عم بيحكي وذكرها الحادثة إذا بدك يلي هي إذن جوسلين يلي هي خليها تفكر بوقتنا لويت أنه لها أنا المسؤولة بدي روح أكتر من البقين ولو ما عملت هالشي هيدا كانوا أكيد جماعة فاتوا على بالكتاب هالمعركة البطولية خلينا نرجع نذكر أنه كانوا ستة بالستة وسبعين مئة شخص بالستة وسبعين ما كانت هينة عليها وبتحكي جوسلين بمعاركة وبلحظة معينة كان في حماية للعذرة لقلة يلي تحكي عن الأيقون اللي برأبتها والشعور يلي ما بيتفسر عندها وبتحكي عن هالحماية جوسلين كانت حياتها الروحية هي درها مش هيك؟ أكيد وكانت تنقل هالشي للنظاميات وقص منهم من وراء المحاضرات فاتوا عدير وصاروا راهيبات في قص منهم هيك صار أكيد في قص منهم راحوا تجوزوا وصاروا أحضر أمهات وعملوا عيال وعملوا كذا أنا هوني بدي أقول شغلة جوسلين مش بس ما في شك إنه جوسلين هايدي الحادثة أثر كتير فيها وبتحكي عنها كتير عا كل حال وصارت يمكن بأيار كمان مش هيك كمان نقت بعدين الاسم تبعا واحدة وطلتية واحدة وطلتية واحدة وطلتية وفي شغلة تانية كمان صارت بهيدي إنه عطتها بعد ونضج أكتر بكتير من الأشخاص العاديين علما أنه جوسلين تنقلت كتير يعني رحت حربت بالأسواء ورحت على ورحت على كتير محلات يعني إذا كانوا معروفين إنه وقت يجوا النظاميات والصبايا طبعا جوسلين كانوا معروفين إنه هول ما بيهزوا عن على الأرض بس هيدا الشي بش بس أعطوتوا هالنفس هيدا إذا بدك روحانية أعطوتهم بس للمحيط طبعا هيدا بعدين انتقلت لكل القوات اللبنانية وهيدا اتتوجت بعدين وقت أنشأنا شي اسمه المرشدية الروحية بالقوات اللبنانية ويلي هي حقيقة عملت كتير فرق على الأرض ويلي هي كرست إنه يصير فيه مرشد روحي لكل سكنة ويصير فيه واحد للشباب وللبنات يعني كانوا على الأرض لأنجوسلين كانت منطلقة بفكرة إنه إذا منحصن الوضع الداخلي طبعا كل إنسان طبعا كل مقاتل هيدا هالمقاتل ساعتها بيصير أول شي مقاتل بيروح على المعركة بأمان وبيروح مع هيك متصالح مع نفسه وبذات الوقت بيروح وحاطت برأسه وبدو يرجع وبذات الوقت هيدا المقاتل هيدا بيكون مقاوم شريف وليس قاتل وهيدا كتير مهمة هيدا هالنوسيون هيدا يلي أدخلناها بالقوات اللبنية يلي جوستين عملتها شغلتها إنه تحول هالإنسان يلي ماسك برودة مش إلى قاتل إلى مقاوم ويعرف بوقت من القوات يوقف ويحكي بالسلم ويحكي بغير شي كمان وهيدا إذا بدك التحول الكبير يصار مع المرشدية الروحية يلي تكملته جوستين بعدين وكرسته بحياته فيما بعد نعرف بالخمسة وسبعين أو خلين نقول بالسبعينات كان فيه نظرة معينة للصبية بعدها يمكن لليوم هيدا النظرة ببعض الأماكن اليوم حزب عم بيقاتل بقصة حياة أو موت بيوثق بألف صبية شو كانوا هالصبايا من شو كانوا معمولين كانوا معمولين من من قناعة مطلقة بالبلد وكانوا عندهم قناعة انه في عندهم قدرات شخصية كمان وبيقدروا مثل ومثل غيرون يقلبوا يقفوا بوجه هالمد الكبير يلي كان حاصل على الأرض ويحافظوا على الأنوس تبعيتهم لأن فيه كمان صورة خطأ عن الصبايا اللي كانوا عابقتلوا انه هدول اخوات رجال يعني لأ بش مظبوط وخاصة جوسلين جوسلين كانت كتير كوكات كتير تنتبع على الشعرات وعلى كذا لا هايدي لازم هالصورة الخطأ كمان هيك تبدله ومباركت عم بحكي مع أحدها الصبايا مع شراس تحديدا يلي هي وكابتها لجوسلين وقالت هيك انه ايه نحنا منرد علي هايدي هالتهمة هايدي اذا بدكن الباطلة انه ست مثلا لابسة كل تيبة ومهففة وكذا وإلى آخر واحد اجا هاجم على ولدها شو بتعمل ما بتتحول لشي شرس تتحافظ على هي هيك كمان المقاومة اللي هي بوقت اللي قوية تحست انه في خطر على أهلا وعلى بيتها عملت هالشي وتحركت حتى تقدر دافع عن بيتها وهي ده من هالمنطلق هيدا قدرت تعمل اللي عملته عرف تضحيتها من شباب سمعوا وقريوا عن جوسلين ومن مطارح تانية حاربت حاربت بوجه جوسلين يعني منشوف أعداء في السلاح رفاق في الحياة احترام في لحظات الوداع أو لحظات الغياب مع جوسلين كأنه لبنان هيك عم يخسار وجه من وجوه أبطاله مش هيك صحيح وهيدا شي بحزن بزمن حسين فيه بهالفراغ الكبير والقاتل والقاسل جوسلين شو شو بتمثل اليوم بهيدا الوضع اللي عم نعيش وليش غيابة هالقد كان مؤثر التعرف كنا بوقتنا لويت خاصة سنة التسعين وهون في نقول ونحن خسرنا الحرب لأن نحن فتحنا حروب داخلية بين بعضنا على السلطة طلعنا كلنا يمكن بوقت نلقوات أخدنا وقت نرجح نجلس ونقف عجرين هي لأ هي انتقلت براسة ضغرة انه هون جسلين هون راحت من الشمال للجنوب وتعرفت على كل الناس اللي كانوا نقوص عليهم وخلقت معهم روابط فعلية على الأرض وأنا أنا بذكر بعدين خاصة وقت كنا نقعد تحت بالخيم هلأ ب17 تشرين شفت كتير ناس من الطرف الآخر كمان اجوا هيك يحكيوا معي يعني تفاجأوا انه شفون الوحيد تحت من هالجيل اذا بد يجي للحرب وحكيونا عن جوصلين يقولولي ولطأينا معها وحكينا معها واجت لعنا وعملنا لها هيك اللقاء مع الناس ومع كذا وكانوا بالأول هيك انه يطلعوا فيه انه مين هي هيدي انه انه هيدي الكنن يعني كانت تخلق عنده النوع من الكوريوزيتاء انه يجي واحد مين هيدي البنة هيدي بعدين وقت يشوفوه ويتعرفوا عليا شوفوا قديش في شففية بالحكي اللي عم تحكي قديش في صدق قديش في من قلبة عم تعملون ومن قلبة بدأت تعملها المصالح الوطني اللي عم تعتبر انه هيدي بدأت توقف الوقت وهايدا جوسلين اللي فهمته وراح تبرمت على القلبة واذا بدك هالبعد يلي اليوم اخذته جوسلين يلي تخطى يلي الصور اللي عم تشوف هاليوم الحارب وكذا هيدي اهميته انه راح تقعدت مع الناس ومع الخصوم وحكتهم هيدا اللغة ومن القلب ومش نيك تعرفوا لي ومش نيك بتشوفوا اليوم على السوشيال لبنانية و31 ايار لتلبية نداء البابا يوحنا بولوس الثاني بجمعية نداء أو عفوا بجمعية نعم للحياة وكمان أسست مركز يوحنا بولوس الثاني للخدمة السعافية من أجل ترميم الحياة العائلية كانت تنظر للعائلة لقيمة الحياة لأهمية إلغاء فكرة الإجهاد وتنفيذها كانت عم بتقول جوسلين نعم للحياة واجهت جوسلين أبشع الأمراض يعني واجهت الموت اللي بيكون عم بيقرب عليك ومنك أكيد إنك رح تخلص رح تخلص منه كيف واجهت جوسلين يلي مخافت من من مية مقاتل و300 مقاتل وألف مقاتل بين شكة وعيون السمين والأسوأ وغيرها من المعارك الآسية كيف واجهت هالمرض إذا بتسمع لهيكي قبل ما جوبك على هذا الموضوع لأن أنا هيكي ويكبت قد ما بقدر يعني بهالمرحلة هايدي أنا سفرت من شي سنتين أول ما ببلش المرض طبعا رحت على إيطاليا وتعرفت هونيكي على عدة جمعيات اليانية وكان جوسلين حكتني إنه هي كنت تروح إيطاليا تعمل برماد بإيطاليا وتعرفت على كذا جمعية هونيكي وتروح تعمل محاضرات وتعرفهم على القضية اللبنانية وتحكيهم كيف صمدوا كيف صمدنا كيف صار المقاومة اللبنية إلى آخر بقى بهالزيارة هايدي فيش صديق مشترك عرفنا على أحد الجمعيات على الأليانس كاتوليك بقى قاعد معه رحنا على اجتماعي كرسمي كان فيه رئيس الجمعية والهيئة الإدارية تعبيته أو التنفيذية وكنا قادين تنحكي تنشوف شو هيك الموضوع وبيحكوني ساعة عن جوسلين إنه جوسلين إجت لعنا عملت أكتر من مئة وخمسين محاضرة بإيطاليا على فترة كذا سنة وإنه هي وقت فاتت ع حياتهم وع حياتها المؤسسة وهالجمعية هايدي انتقلوا هني مثل ما قالوا ليها حرفيا انتقلنا من الظلم إلى النور إلى الضو هالقد يعني هالقد أثر الجوسلين فيهم إنه خلقتلهم مادة نضالية غيرتهم أفكارهم عطوتهم إنه هالتجربة المسيحية لعشتها كمقاومة هي بلبنان وانتقالها بعدين إلى مراكز أكتر تتعلق بعلاقة بالكنيسة وعلاقة بالأمور السياسية قدرت نقلتهم إيها كمان هايدي عطوتهم غير بعد نضالة إذا بدك لقلون بقى أنا وقت شفت هالناس يعني أنا كنت عادة عم بتسمع عليهم إنه مش عم بفهم مش عم بفهم أنا أكيد بعرف الأجسلين بعرف إنه هي عندها هالكريزما والهيكي بتشرق بس ما كانت تمسدق إنه هالقد قدرت تنقل إذا بدك هالفكرة وهال هالعنفوان إذا بدك لهالجماعة اللي هي ما كانت تعرفون يعني أصلا ولغير بلد ولغير عقلية ولغير زهنية بقى وقت تشوف إنه هيك شخص قدر يتخطى حدود لبنان وروح يعمل هاشي ببلد خارجي ويحكي عن لبنان ويعطي صورة عن هالبلد هيدا وتحكي بهالحماس بتقول هالبلد بيش معقول يموت مع الناس مثل جوصلين ايه كان هالمرض طبعا جدا مؤلم وصدمة كبيرة لإلنا كتير يعني للأسف إنه وقت اكتشف المرض كان دجا متقدم هلأ أنا وقت كنت روح زوري أنا وهك هالغيري كان دائما بدك تفرجينا الصورة إنه هي تمام ويهي ماشي الحال ومع السرير وإنتو شو ما شكل كون عرفت كيف ولا مرة رحت أنا أسألتها إنه شو هي كنت شو خمس داية وخمس وخمسين ديها أنت شو أنت شو كيف الوضع وكيف كذا أنا أكون رحت أشوف أنه هي شو بقى لآخر لحظة مرأت كتير ميساجات للكل وكانت عارفة إنه بآخر فترة إن كان الوضع طبعا صار كتير صعب وصارت عم ترجع لورا إنه مرة زكية وبتفهم يعني بقى مرأت ميساجات للكل عملت مصالحة هي مع الكل وجبرت بعض الأشخاص جبتهم لعنده وصلاحتهم بين بعضهم يعني بذك أنه كان عنده آخر مهمة إنه بدي مرأ لكم سمساج دا مور هيدي هالبحبة وهالشراكة وتكفوا من بعدي وكذا كتير اشتغلت عليها كمان تتخلي هالناس اللي حواليها يحسوا إنه لا أوكي يمكن أنا رحفل بس هشي لازم يكمل ما فيها توقاف لصة لأن لبنان لازم يكمل البلد لازم يكمل إيه لآخري بقى هيدا إذا بدأ كيكي وأنا آخر مرة يمكن قدرت أحكي معي نهار الجمعة الماضي بش هالجمعة نهار الجمعة اللي قبل قبل ما بلشت تغيب أكتر وأكتر يعني أصرت إنه هيكي هيكي دحكتلي شافتني وعملتلي إنه إنه ماشي لحال يعني شي صعب مشاك بدي بدي أقول إنه استثنائيا فتحت الرهيبات الكرماليات الحبيسات ديرهم لاستقبال جسمين جسلين خويري يعني يعني هذا شي ما بيصير عند رهيبات حبيسات بكرمال ولد الإله المجاور لسيدة لبنان بحريصة لا يسجع هالجسمين دولهم رح تنقل اليوم من كنيسة مارس معان العمودي بغسطة وداع هالبلدة وداع لبنان لهالبطلة هل انتهى زمن الأبطال في لبنان بس أبطال صار بغير طريقة مش درو الأبطال يكونوا حاملين سلاح هالمرة البطل هو غير شي هالمرة البطل هو يلي بيقدر يخلق حلول للناس البطل يلي هو يقدر يرجع يخلق شوية نفس عند هالناس في هالأحباط الموجودة اليوم بهالبلد يرجع يخليوني يحسوا انه لا ما في زوم تهاجر ما في زوم كذا رح يرجع يمشي البلد وانا برأيه هل هن الأبطال اليوم رح بلع شوية برزو وعم شوف كتير كتير خاصة بالجير جديد انه صار فيه عناد وتعلق بالأرض أكتر وأكتر مش هنيك جوستين فيها تكون هي مثل لكل هالناس هيدولي تحتى تكون قدوة لهالشباب يلي ما عندهم إذا بدك ما عندهم هيك الناس يتطلع عليهم للمستقبل لان كل الناس اللي شفون حواليهم حسوا بوقت بالوقت انه خزلون بشكلنا أو بآخر إذن هون الأهمية اليوم انه يكون يرجع يتطلعوا بجوستين أنا بشكركم انه انتو عم بتضوه هيك على تاريخ ونضال جوستين حتى حقيقة يبقى عند هالناس شوية أفكار انه بوقت بأوقات صعبة كتير وشفنا أوقات صعبة كتير كنا شايفين لبنان مش بس رح ينهار اقتصاديا وميليا بس كمان رح يتمحل تحت الأصف والدمار والخراب رجع وقف البلد لأن احنا شعب حي لأن احنا عنا ما بعرف يمكن شوية جنون اللي ما عندهم غيرنا يمكن بأنا برأي هيدا هي القدوة اليوم أنا واسق لأن بعد ما بشوف اللي عم بشوفه اليوم على الأرض من هالشابي اللي بيخترعو لك مئة قصة مئة جمعية هيدا تايساعد هيدا هيدا تايعمل هيك هيدا تايراح يدق موسيقى هيدا تايساعد مش معقول أنه هالحياة وهالرفض للواقع المرير اللي احنا عم نمرق فيه أنه ما يرجع يطلع لبنان جديد من ورا وأنا واسق فيها هيدا دكتور أبو نادر أنا بدأ أشكر حضورك معنا بدأ أشكر شهدتك المؤسرة والملهمة عن هالمقاتلة البطلة اللي بسنين الحرب كانت سيدة المعارك وريسة المعارك ريسة اسمع كلها لها ونحنا رح نتذكرها ونشكرها هي وهالألف صبية أكتر من ألف أكتر من ألف أكتر بكتير بدنا نشكرهم بدنا نشكر كل الناس اللي قاتلوا تايبقى لبنان كل اللي جاهدوا حطوا كفهم حطوا حياتهم على كفهم وقالوا نحنا بدنا نهب ليبقى لبنان أكيد هني صنعوا التغيير كانتش فيه مشهد مستحيل مثل ما ذكرت وهني صنعوا هالتغيير ولغيوا هالمستحيل وعملوا الممكن خيبات كتير كبيرة بالحرب انكسارات وانتصارات ولبنان الجديد اللي منحلم فيه بعد ما شفناه بكل أسف بس بهمة الشباب عم بينبنى بهمة الشباب أنا برأيي في شغلي تغيرت كتير بـ 17-20 ولا ممكن رجع لأوره فيها حتى لو بعد هلأ ما أسمرت لأن البوطل هلأ الحكمة اليوم صعبة تزعزعها وتشيلها هلأ بسهولة وبسرعة بس أنا واسع أنه الزهنية اللي خلقت بـ 17-20 ولا ممكن حتى يقدر يقفوا بوجها وأكيد في جيل جديد طالع اليوم رح يخلق لبنان جديد يالي إحنا كلنا سوا بنطمح لقلو أمين شكرا لك دكتور أنا بشكرك عنوان كتابة كان الأرزي والصليب قصة مقاتلة بعد القصة هي زيتها قصة أرزي من ريدة مرفوعة وسبتي وبيئي وخالدي وقصة صليب لها من كل الأوجاع والبطولة وهالصليب اللي حمله يسوع ونحنا حملناه من بعده بكل فخر وماشيين على درب مش ممكن تودي إلا للقيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا